قام مساء أمس فخامة رئيس الجمهورية إدريسي بيتنو بزيارة تفقدية لمبنى الإذاعة والتلفزيون الذي أشرف على الانتهاء وقد أشاد فخامة رئيس الجمهورية بهذا المبنى ووصفه بالحديث ومطابق للمواصفات العالمية وفي هذا السياق فقد عد الزميل آدم حسن المكاوي التقرير بداية حكاية الكلمة التي دعمتها الحكومة بحرية التعبير منذ 27 عام تكتمل بهذه الواجهة الزرقة التي تسر الناظرين مبنى الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون ذو الاثنى عشر طابقا والذي ينتظر لمساته الفنية الأخيرة وهو أحد أهم منجزات المشهد المعماري تشادي الذي نفذت وأشرفت عليه شركة مجموعة المناع الشجيع التي أبدعت الحداثة المعمارية بمفهومها البسط بهذه المنشأة التي عند رؤيتها تبادل كالحديثة بلغة التصميم الجميل فمشهد رمز الإعلام الحديث الخارجي هذا لا يحدثك بصورة كافية عن العملاق الذي يحويه بالداخل صالتين متعددة الأقرط واستديوهات للنقل المباشر للإذاعة والتلفزيون كل على حدة وزد عليها المكاتب وصلاة الاستماعات وغرف الاستراحة والمراقبة وتحكم المركز وكل هذه وجدت بالألقونة البصرية هذه لتدعم الكلمة وتحولها إلى كون التي بها تخرج الأشياء من العدم وإلى الكينون فزيارة رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ما هي إلا دليل على اهتمام الحكومة بحرية التعبير والتحسين من صورة الإعلام تشدي وذلك على حسب تصريحات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي أشار فيها إلى أن هذا المبنى العظيم سيحمل طاقة بشرية كبيرة مفيدا بأن جمالية المبنى بحد ذاتها تقوي كفاءة العمل والإبداع بالمفهوم الحقيقي للموظفين بالإذاعة والتلفزيون مضيفا بأن التكنولوجيا المعلومات والأخبار والاتصال المسمى بالتيك ستكون مدعمة بالمبنى ما كان وما لم يكن في حسبان الكثير القيمة التصميمية لهذه اللوحة الفنية المعمارية التي قدر ثمنها بلسان المدير العام لمجموعة المنى محمد روزي ب 31 مليار فرانكا سيفا بدون المعدات وأن مجموعة المنى قد قامت اتفاقية مع شركة إيطالية ستقوم بتجهيز المبنى بمعدات حديثة بمبلغ 24 مليار فرانكا سيفا شركة مجموعة المنى شرعت في العمل بالمشروع منذ العام 2011 وبكل هذا فإن حلم المواكبة والحداثة للإعلام الشدي حقيقة سيتلمسها الجميع ليس بباعد وإنما على حسب مواعد الشركة في نهاية يونيو المقبل وفي حينها سيكون لكل حادث حديث